اشتركوا في القناة طبعا اتقدم بخالص العزاء للشعب المصر كله مش قطاع الفن بس لكن الشعب المصر كله في وفاة واحدة من القوة النائمة التي اثرت في المجتمع مش المصر بس المجتمع العربي كله فنان القدير محمود ياسين رحمه الله رحمة واسعة بدأ قدم طبعا بهذا العزاء طبعا لكل حد شاف ان الفنان العظيم رحمه الله يعني اثر وترك بصمة في وجدان الشعب العربي كله انطلاقا من اعماله الفنية والادبية والثقافية وايضا الوطنية يعني اسأل الله صلى الله عليه وسلم ان يتغمده بواسع رحمته الموضوع التاني المهم لمبدأ موضوعنا الحقيقي والمهم مع استاذ الدكتور علاء شحاته خبير التنزيلة لاجية ونتكلم عن يوم صحي صح خلوني قبل ما ابقى موضوعنا النهاردة اتكلم في عجالة عن موضوع خطير جدا جدا يعني هو انعدام واختفاء القدوة في حياة شبابنا والامر الخطير جدا واحنا دايما بننادي بنقول ان شبابنا هم القوة الحقيقية لأي مجتمع ولما يكون شبابنا ناجح وقوي وثقف وواعي عنده قدر من الوعي والفهم والادراك هيبقى المجتمع كله ناجح الحادث اللي حصلت لبنتنا مريم بنتي واختي وممكن تبقى زوجتك حادثة مؤلمة جدا جدا يعني مش عارفوا الصفة ازاي طبعا معظم زملائي العالمين تناولوا هذا الحادث المؤلم باستفادة لكن خلوني اتقدم ايضا لأسرتها وللشعب المصري كله بخالص عزائي واسأل الله سبحانه وتعالى ان يترمدها بواسع رحمته حاجة مؤسفة جدا جدا ان شباب ناصر لهذا الحد من التهاون وغياب القدوة وانعدام الانسانية مش عايز اكلم كتير عن موضوع عشان انا لو كلمت عن موضوع ضوط الحقيقة يعني هشعر بحالة قلم وحالة اسى وحالة حزن شديد جدا جدا ويعني خلوني اسأل الله سبحانه ان يتغمدها بواسع رحمته وان يغفر لها ذنوبها كلها وان يدخلها الفردوسة الاعلى من الجنة النهاردة مشاهدين هنتكلم عن موضوع موضوع مهم بعنوان يوم صحي صح ركزوا معايا موضوع ده موضوع مهم موضوع يعني خطير جدا يعني ايه تعيش يومك بشكل نموذجي يعني ايه تعيش حياتك بشكل مثالي اه مش هنقدر نعمل ده مش هنقدر نحقق ده مش هنقدر نطبق ده لكن خلوني النهاردة نتناول النموذج من الاسطورة استاذ دكتور علاء شحاته خبير تغزية علاجية برحب هاجد دكتور علاء اهلا بيك اهلا بيكو استاذ المشاهدين والنهاردة بنعزي طبعا فاته الشاشة الاول محمود ياسين وهو ارتبط بشهر اكتوبر ومات في شهر اكتوبر يمكن احنا بشهر اكتوبر شهر العزة والكرامة نعم نصر اكتوبر نعم احنا تكلمنا الفترة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت بالتحديد ونتكلمنا على يوم صحي صح وقتلينا نتكلم نصر بعض الحاجات النهاردة هنكمل احنا طبعا زي ما قلنا يومنا ملخبط اغلبنا يومنا ملخبط بنبتدي بداية عشوائية ما بنعرفش ازاي ناكل امتى نقضي هويتنا امتى يعني اليوم ببقى مش متزبط مش منظم يعني اه فده احنا وجودنا النهاردة عشان نحاول نحط شوية ملحوظات كده الناس لو يعني بخادر ان كان خادت الملحوظات دي كلها هتبقى تعمل خطوة لقدام بتحس بسعادة وتفاؤل ومفيش امراض يعني بداية جديدة زي ما بدمولي صحيح دكتور علاء وانت مش عرفت النهاردة ودي مش المرة الاولى كل مرة بازت فيها سعادة وبهجة وقيمة علمية لو هيبقى السؤال الاول على طول كيف نقضي يوم صحي صح حاجة شوحت قبل كده قلت ايه نصحب النوم ازاي وبعد نشرب المياه ازاي تمام بصوا في عشر حاجات يمكن هنقوم كده بدون ترتيب من ضمنهم الاكل النوم الحاجات دي يعني ايه نلاحظها ونركز فيها ونحاول نعملها قول ورايا كده الاكل النوم الرياضة فيه التفاؤل التفاؤل شرب المياه الهواية الهواية الاصدقاء تنظيم اليوم يعني هما يعتبروا عشر حاجات التدخين التدخين بالزبط التدخين الحاجات دي لو خدنا بالنا منها نقدر يومنا يبقى يوم سعيد والانتاجية بتاعت اليوم سواء في العمل او في وسط الاسرة هنحس فعلا بان احنا يوم نختلف احنا ابتدينا الاول بالاكل وقلنا ان الاكل لازم يكون الفطار فطار قوي لانه هو قوة دفعة لليوم كله الغدا هيبقى من الساعة اثنين للساعة تلاتة في بعض الناس بيبقى فترات العمل بتاعتهم فترة طويلة فبيرجع على الساعة اربعة او خمسة ما فيش مشكلة يتغدى اول ما يرجع في نفس الوقت يكون اخر وجبة لي تكون لوجبة تقيلة تكون قبل النوم بخمسة ساعت ما نقصرش طبعا كامل يعني احنا بقدر الامكان هنقول لك ايه نحاول ننفس حاجات من اللي احنا بيقولها كويس عشان منعا الاكل يكون قبل النوم خمس ساعات على الاقل لان ده فيه يعني ببقى عرضة انه هو يحصل له حموضة ارتجاع في المريء عصر هضم فيه ناس بالليل بتصحى فيه ارتجاع في المريء بسبب ايه انه هو اه اخر وجبة تقيل عنده تقالها قبل النوم بفترة طويلة طيب خليني نهاردة حاك ذكرت مجموعة من المحطات محطة الاكل محطة النوم محطة الرياضة محطة الامل والتفاقل مجموعة من المحطات والضحك وتنظيم والجامعة المرجعية والاصدقاء سريعا هنقول بقى المحطة الاولى المحطة التانية طيب وكأنه برسم خريطة او الاكل بقدر الامكان نكتر فيه الخضروات والفاكهة ده شيء اساسي المعادن والفيتامينز ودي شيء مهم نبعد عن حاجات المصنعة المشروبات الغازية بزبط دي والوجبات السريعة يعني بقدر الامكان طبعا الميديا كلها بالأسف فيه دعايات كتير جدا عن الحاجات دي لكن احنا بحاول نحس نفسنا وخلي اولادنا يقلدوني يعني احنا مش معقول نشرب مياه غازية او وجبات سريعة ونقول لا أولادنا ما تشربوش صحيح ما تاكلوش من النوايات دي فدي من الحاجات الايه الاسسية جينا لمرحلة النقطة التانية اللي هي النوم النوم فيه برضو عادات سيئة عندنا ان احنا بنصهر بليل كتير صحيح يعني بنصهر غاية الساعة اتنين وتلاتة وفينا ستعود غاية الساعة اربعة لأسف لا الانسان خلق ان هو يعني ينام المفروض ساعة عشرة حد عشر اتناشر يعني انا اخر يعني عايز يربط نفسه اخر حاجة ينام الساعة اتناشر قادر الامكان الا اذا كان طبعا طريقة شغله وينام ثمان ساعات حيث ان هو يعني ينام في وقت غير الوقت الطبيعي اللي هو من بعد الساعة عشرة لغاية فترة الصباح لغاية الساعة خمسة او ستة اللي هي ثمان ساعات فترة الرحة المطلوبة للجسم دي ساعة بيولوجية في الجسم فمعنى ان هو يغير في الساعة دي دي بتأدي ان الجسمه ما بقاشش مزبوط ما يبقاش ساعة البيولوجية بتاعته اه ما يبقاش بيقدي وظيفه طول اليوم بصورة صحيحة فدي برضو من النوقت المهمة النوم يبقى ازاي النوم يبقى في غرفة مسلمة ويشير كل الأدوات الكهربائية اللي فيهش وكلام دا كله اه دي مهمة جدا لان بقى موبايلات وشواحل وكل الكلام بقى فيه ناس بتناموا جنبها الموبايل ويقولك بيشحن عشان الصبح ودي طبعا للأسف عادة سيئة جدا ليه لانه هو الشاحن فيه موجات كهرومانتسية الموبايل والشاحن فدي بتأثر على حالة النوم النوم بيمر بثلاث مراحل المفروض الانسان بيمر مرحلة الثالثة اللي هي النوم العميق النوم العميق دي هي الفترة اللي هي فعلا الانسان بيستفاد فيها فعلا نام بالزبط في نفس الوقت يعني انا فيه كان فيه سيشن كده حضرته في الدفاع المدني حذروا حتى من وجود الموبايلات في الشاحن بالليل قالوا ممكن احصل ماس وعرضوا حاجات فيديوهات حصل حاجات نشاكل بسرور الكلام يعني احنا يعني نتمنى ان حتى الشواحن بالليل الموبايلات تتشال منها تتشال من الكهرباء ياريت كل الفياش كلها تتشال دي معلومة دي معلومة للأسف انا يعني فجئت لما اتقلت لي يعني ففترة النوم 8 ساعات في فترة من هي من احسن وقت للنوم الاساسي اللي هو من بعد الساعة 10 8 ساعات على الاقل طبعا الاطفال بيناموا فترة اطول اللي هما السن الصغير اللي هو سنتين 3 ا4 والكبار في السن والكبار في السن لا هي طبيعة نعم ربنا والكبار في السن بيناموا فترة اطول نفيش مشكلة احنا نتكلم على المتوسط او الناس بصفة عامة بيناموا 8 ساعات كويس فكده دي النقطة التانية نقطة النوم هو طبعا احنا نمنا 8 ساعات المفروض يعني وقمنا من النوم بيبتدي بقى الصبح ازاي نقوم من النوم ازاي حاكم كيف ذكرت ده في لقاء سابق وقلت مثلا كيف تستيقظ وكيف تقوم وكيف تاخد الشغل بتاعك بشكل صحيح هنعيده تاني احنا طبعا بنقوم على 3 مراحل كلنا متعودين نحنا نقوم مباشرة كده طبعا ضغ خطر جدا خطر خطر لان احنا الجسم بيبقى في فترة سكون يعني اشبه بفترة الموت يعني فاحنا بنصح والدورة ده موت يبقى في حالة هدوء بالذات اقل اقل ضغط الدم حتى بيبقى اضعف حالته يعني بيبقى اقل ضغط الدم في الفترة دي بيبقى اقل حاجة حتى احنا بننصح لما نيجي نقس ضغط الدم عشان نقول فعلا المريض ده عنده ضغطه عالي اواطي بنقسه بعد الساعة اه 12 ده المستحب اه منقسه فترة فترة الصباح فبنقوم على 3 مراحل يكونوا قام واتحرك واشتغل اه بنقوم ازاي بقى بنقوم ان احنا على مصطلقين على السرير بنقوم زاوية 90 كويس وبعد كده بننزل رجلينا من على السرير وبعدين بعد كده نقوم وقوفا كويس الثلاث مراحل دول بنكله مرحلة ومرحلة يعني 30 ثانية اقل حاجة كده احنا بنقول الجسم اصحى فوق معنا احنا تديني يومنا قوم بقى احنا خلاص حينة بقى في ناس يعني في ناس يعني الكلامي ده هيقوله فعلا بيحصل لما نقوم مرة واحدة بيحصل بنحصل حاس زي دروخة او كده لانه قام فجأة حصل فعلا فجأة من ضمن الحاجات برضو المهمة كوبايتين مية عادية الصبح على الريق في ناس تحط عليها لمون عصير لمون او عسل يعني مش مشكلة بس هي يعني عايزين الابسط حاجة لو هو يحط عليها حط عسل ماشي يحط لمون ماشي ناس مهمة او المية اه اهم حاجة اللي مبهود لابا انا هقول تاني برضو انا بحب بشاشرب مية كده عنه انا مش عطشون يعني اه هي دي برضو حاجة برضو الناس للأسف متعودة عليها انه هو بيشرب المية عشان عطشون لا احنا بديشرب المية عشان جسمنا محتاجها اه جسمنا فيه من سبعين لتسعين في المية من مكوناته مية فالمية شيء اساسي اه فكرة المية دي الصبح ايه بتعبقى الايه دي بتنظف الجسم من السمو ودي حاجة برضو مهمة جدا طبعا اه في نفس الوقت بتساعد على تليين الجسم بيحصل اخراج للفضلات ام فالناس اللي عندها مشاكل وتهيئة كمان جهاز الهضم تهيئة والاستقبال اي فعلا ده بنهاية الجهاز الهضمي ونهاية الجسم كله ليه اليوم ان هو يستقبل الاكل يستقبل اليوم حتى انت حضرك لما لما تعمل شرب المية ده كوبايتين المية الصبح هتلاقي نفسك فقط دخلت الحمام بالزبط اه دخلت الحمام هتلاقي نفسك فقط فشرب المية الصبح على الريء ده شيء اساسي وفي نفس الوقت بيمنع عملية الامساك هك بس انا هذكر حاجة قلتها بالهوى برضو موضوع ان الواحد يكون طمر سبعة امراض كما اوسع النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يتصبح بسبعة امراض برضو تبقى مفيدة جدا خصا للصبح هو بص الطمر فيه هو غاني بالمعادن وغاني بالسكريات العالية سهلة الهضم فبالتالي ده برضو نوع من الطاقة يعني الطمر من الحاجات اللي الطاقة عالية فيه قوي ف الغنيا بالطاقة اه فيه ناس ما تشترش كويس فهو لو كان الطمر زي ما قلت حضراتك كده سابعة اوتيمرة العدد بس يكل ماهما احنا عايزين ما ينزلش الصبح من البيت سواء طالب سواء رب اسرة سواء رب تمنزل محدش ينزل بالبيت الا اذا كان فعلا خد واجبته الأسية الفطار تمام يعني انا عكس الناس كلها الناس بتقول الواجبة الغداء هي الأساس لأ واجبة الفطار يمكن انها قوة دفعة لليوم كله لأن انت ما بتبعاش عارف هل هترجع ساعة اثنين ساعة تتأخر أكيد حضراتك ساعة عمل خطة ان انت ترجع الساعة ثلاثة لأ نفسك رجعت ساعة ستة ساعة ساعة وفي ناس ما بتحبش أكل برة وده يعني يقولك أكل برة في المطاعم بيبقى مضطر يعمل ده علشان طبعا بيأكل حاجات خفيفة أو كده أو حاجات تقيه لو كل بط ووزه طيب خليلي أسأل حكو طبعا وجود حكو معنا النهاردة حاجة بتسعيدنا شخصيا نقول المدارس وأولادنا والعصيان الدائم المعلم أنا ما بحبش بقى هاكل قندومي الحاجات بقى والشيبسهات والحاجات الخطيرة المرعبة دي ما بنعرفش نسيطر عليهم نعمل إيه دكتور علان نعمل إيه مع العالدي بص هو كلام حضرتك احنا تماما المدارس يمكن النهاردة أول يوم في المدارس ربنا إن شاء الله يجعلها سنة سعيدة على أولادنا ويبدع عنهم شر الكورونا إن شاء الله الأمور ما تعودش تاني إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للأطفال دي مشكلة كبيرة اللي هي الأطفال دايما بيقلدهم وبيتبعوا الميديا وبتبعوا أصحابهم وعايزين يجيبوا أكل زي أصحابهم نفس النوعيات نعمل إيه بص هو صندوق الطعام أو اللونش بوكس ده شيء أساسي لازم يمع الطفل أو الطالب يعني نبتديه إزاي؟ إن هو يبتدي من الأول هو اللي اشتري يعني ناخده كده معنا للمكان اللي هنشتري منه وهو ينقي اللون اللي هو عايزه النوعية اللي هي عايزها بحيث إن ده يبقى حاجة حاجة جزابة بالنسبة له هو اختارها فلما يختارها ده كده يعني بنسبة كبيرة أنت ضمنت إن هو هياخد معاه أكل في المدرسة وياكل فعلا اختيار الأكل بقى إحنا بنروح للطفل ونشوف هو بيحب إيه؟ يعني هو مثلا بيحب ما بيحبش اللبن بس بيحب الشوكولاتة أيبا اللبن بالشوكولاتة تمام بيحب مثلا جبنة معينة مثلا ماشي نديره الجبنة مش لازم جبنة بريضة كل مرة برضو الحلاوة في حلاوة بأنموعة كتير في حلاوة عليها مكسرات في حلاوة عليها شوكولاتة برضو يعني نحاول نقرب للقفل بقدر الإمكان الفكهة يا ريت يبقى فيه سمرت فكهة كاملة وانا يا دكتور ما بيحبش أنا ابنك بقى أنا ما بيحبش التفاح ولا بيحب الموز ولا أحب الحاجات دي خالص وعلى فكرة السنوش اللي بتيدوه دوت أنا هقولك هاكله ومش هاكله هبقى أصربه دي لأي حد يا تمام أتعامل زي مع الطفل بقى وأنا بقوله على فكرة يا حبيبي الفكهة دي شوف التفاح دي جميل زي؟ فاقم غزائية واحدة من ثلاثة والساندرش ده جميل جدا على فكرة بص واكله هنا قدامه بيان على المعلم هقوله له ازاي؟ تمام هي بص الأطفال بيقلده يعني فيه طريقة أنه انت دايما يبقى طبق الفكهة يكون موجود دايما في البيت على الصفرة انت رايح تاخد صمرة منه يبقى اعتاد آه هو هيلاقي كده هيقلد يعني أكيد الأطفال بيقلده ده طبعا الأب أو الأم أو الاثنين ده صحيح فإحنا عايزين إيه يبقى إحنا نعمل الحاجة عشان هما يمشوا وراما في نفس الوقت إحنا مش عايزين نمنع الطفل خالص من حاجة هو شايفة بتحصل أصاده يعني هو مثلا فيه نوعات من البطاطس مش عايزين نقول اسمها موجودة وإحنا مش عايزين الطفل ياخد منها بس ما يبقىش بقى إيه يعني إيه ما ياخدهاش بالمرة لأ ممكن تبقى مرة واحدة مثلا في اليوم أو كل يومين يعني يعني بحاول بخاضر إن كان إيه الطفل ما نمنعوهش نحرموهش خالص مرة واحدة عشان بيت مربوب كمان يعني آه بالزبط آه وهو يعني هياخد الموضوع بطريقة بطريقة عند شوية فدي طريقة الأكل يتعامل بطريقة محببة للطفل الطفل بيحب مثلا مثلا ده ويتشات معمولة في كايزر معمولة في فينو معمولة في توست معمولة في عيش بلدي معمولة في عيش يعني نعمل اللي هو عايزه أبحث عن الحاجة اللي بيحبها وأعملها آه مش مثلا عيش بلدي عشان فيه فيه ردة فالردة مهمة يبقى لازم كل مرة كل مرة الزبط آه لا لا احنا نحاول نروح للطفل ونشوفه هو بيحب إيه ونحاول نقرب له وفي نفس الوقت ما تبقاش الموضوع بصورة إيه مباشرة وأجريسف لأطفال برضو مختلفين غير عيامنا وأصبحوا أصحاب قرار وأصحاب شخصية على فكرة يا بابا أنا فهم كويس أو أنت تقصد إيه بس برضو مشاكله سنويتش بتاعيه التكنولوجيا ما شاء الله يعني إيه سيطرت على كل حاجة طبعا الثورات التكنولوجية اللي منعيشها المتلاحقة والمتأمل في واقع مجتمعات تبقى ألحظ بقى آآ أجيالنا أجيال ولادنا يعني آآ متطور وأصحاب فكره وأصحاب رأيه وبتاعه لما تيجي تتنقش معي تلاقي فاهم كويس أويه نكمل بقى كلامنا عن آآ يوم صحي صحي من عرضه قلنا زي ننام وقلنا من نوم وشابنا مية ورح مدرسته وفطر وأنا كمان فطرت بعد كده بص إحنا فيه يعني هو طبعا أول ما بيرجع من المدرسة فيه ناس بسيرجع الساعة أربعة أو خمسة شيء أساسي على طول أنه هو بعد ما يرجع من المدرسة آآ لازم يتغدى دي ده شيء أساسي ما نأخروش أنه هو كال في المدرسة يبقى ما يكلش في البيت لأنه برضو أنا أعتقد فيه برضو فيه أمهات بتلاقي أن زي ما هو فيه زي ما هو أو ممكن يكون إداري صحابه أو يعني بيتخلص منه آآ فالأكل اللي هو بعد المدرسة رجوع من المدرسة وجبة الغداء شيء مهم كويس ونحاول ناكل معاه يعني أنا برضو يعني إحنا دايما كنا نقول اللام ما بتأكل ده صحيح آآ فوجود الطفل في حوالي الأسرة بيحاول بيأكلوا بعض الطفل الصغير بيقلد كبير ياكل زي فدي شيء أساسي الأم ساعات ما تتاخدش بالها من النقطة دي إن هي بتقعده وتجيب له طبق الأكل وتقوله كل لا ما ينفعش إحنا ناكل مع بعض أو هو وإخواته آآ فدي بتساعده على طول أنه هو آآ يأكله وبعدين اللي دي عادة يعني عايزين دي تبقى عادة اتعاملت مرة واثنين وثلاثة واربعة خلاص بقت طول طول سالة الدراسة هتلاقيه هو بنفسه بقى عبير خش يقلع هدوه خش الحمام عارف إن الأكل جاهز دي لهم يبقى شطور بقى يعني آآ جاهز لك جاهز إنما أولادنا كلهم يعني أصبحت سمة مميزة لهم إنهم بقوا هيبر يعني ممكن إيه يذاكر وبيتنططوا بجهي يأكل هو بيعمل كده برضه فكلام حاج ده أنا شايفه رسالة موجهة للأمهات تحديداً وللقى بقى يعني إحنا نحتاجين فعلاً إحنا ككباري نتعلم إزاي كيف نتعامل مع أولادنا الصغيرين ننزل شوية لفكرهم وسوء طيب ننتقل لمحطة أخرى محطة الرياضة بزرور اتفضل الرياضة يعني يعني في ناس فاكرة أن الرياضة دي حاجة جانبية لأ هي شيء أساسي في اليوم وفي الحياة لأن الرياضة بتعمل حاجتين الناس اللي عايزة تخس بتعمل رياضة الناس اللي عايزة تزيد بتعمل رياضة طبعاً ده كلام ممكن الناس ما تخدش بالوين يعني في ناس لسه قبل الهواء كان في زميلة هنا عصل قدام بزنات بتكلمني بتقول لي موضوع برضو عايزة زيادة في الوزن فأعمل إيه طبعاً زيادة في الوزن هنعمل تحليل ده مهمة أوي عشان نشوف الهرومنات اللي هو هرومنات البناء والحرق هل هي فعلاً هرومنات الحرق زيادة أو أقل كده دكرة لا معلش هطعك معنا أستاذة كريستينا من القاهرة أهلاً بيك يا أستاذة كريستينا أهلاً بيك أهلاً بيك يا دكتور كريستينا من القاهرة أهلاً بيك نحن نسمعك بوضوح طيب دكتور علاء معي أتفضلي مع حضرتك أيوة يا فندم أهلاً بيك حضرتك منور شجل التلفزان يا دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً بيك والله يا دكتور أنا عندي مشكلة أنا وزني 41 كيلو وزولي 66 تمام؟ تمام وعايزة حاجة تزود الوزن أو أن أنا باخد مواد تغذية يعني ما بتجيبش معي نتيجة خالص يعني تمام في سؤال تاني؟ في سفسار تاني أو ساذة كريستينا؟ أهلاً أعيد أن أخذ حاجة ما تكونش مدرة صحياً لأنني أنا عندي التهاب رأوي وكده فخايف أن أنا أخذ أي حاجة تأثر علي أو تأثر المناع أو تأثر عليك جداً تمام؟ تمام في سفسار تاري أو ساذة كريستينا؟ لا أعمل سي جداً طيب شكراً لك طيب السؤال ده سؤال عدد جداً يعني هو يمكن لسه احنا كنا منتكلم فيه من المشكلة الجزء دي جات في وقتها يعني بالزبط طبعاً هو طبعاً سبعاش وعفواً أنا هطلب منها الأول تعمل تحليل تمام اللي هو تحليل بالذات الهيومنات نشوف الهيومنات بتاعت الحرق عندها عالية ولا لا؟ في نفس الوقت لازم يكون عندها إرادة إن هي يعني برضو فيه نوعات من الناس ما بتبقاش مقبلة على الأكل الأكل فأنت عايزة تزاودي وزنك وابتكليش طب ده هيجي إزاي؟ هيجي إزاي؟ لازم فيه برنامج غزائي مناسب يعني؟ بالزبط لازم تمشي على برنامج غزائي يزود لها الوزن ويكون عندها إرادة إن هي تنفذ البرنامج ده بصورة لفترة طويلة ومش مجرد يومين ثلاثة وتزهق وبصورة تبقى محببة وطبيعية أنا بقى يعني باكل الحالة اللي أنا مش بحبها قوي علشان وزني يبقى مناسب والكلام ده كله لا أنا هتعامل معه كواقع بقى أنا هبتدي أكل حتى الأكلات أو الوجبات أو النوعية الخضار أو الفكهة وأنا حابب ده لأن العامل نفسه مهم هو نهتم بالنوعية الأكل زي ما قلت حضرتك كده مش مجرد إن إحنا بنملك معدتنا وخلاص من أي أكل لا يعني إحنا مثلا على سبيل المثال البروتينات عندنا اللحوم الفراخ السمك ننظمها يعني هو المستحب إن مرتين في الأسبوع سمك مرة فراخ ومرة لحمة ده المتوسط طيب عند الوقت اللي أنا بحب اللحمة أول عادي أكل مرتين 3-4-5 لحمة يعني فعلا من فاشل ما أنا عايزين إرادة تغيير في الأنواع لأنه نوعات البروتين اللي موجودة في اللحمة في نوعات تانية مش موجودة في السمك فلازم التنوع في نفس الوقت يعني أنا أنا بنصحها إنها تمارس الرياضة وتزود منها بقدر الإمكان حتى رياضة الايروبكس يعني أنا مش بقولها تروح نادي أو جيم لا هي تهتم برد هي أكيد ما بتعملش الرياضة لأنها فاكرة إن الرياضة هتخسسها هتزود إنها النحافة عندها فلا هي وتبتديها بالتدريك يعني الرياضة ممكن تخليها تاكل كويس وتفتح للشاهية هي تعتبر نوع من أنواع فاتح للشاهية لأن ما فيش أصلا دواء عشان نبقى واقعين ما فيش دواء بيفتح الشاهية يعني منظمة الأدوية والأخذية الأمريكية هي الـ FDA منعت حاجة اسمها دواء فاتح للشاهية هم تمام مجموعة من المحطات قلنا محطة النوم وبعدين محطة الأكل ومحطة الرياضة ومحطة التفاؤل آآ وهناكالب بس في الرياضة نكمل بس الرياضة طيب خليني بس آآ يحنا ما حاج بس خليني بس استقبل نرضى حلقتك حلقة بصراح حلقة مميزة وسريعة جدا معنا أستاذ خالد من القاهرة أهلا بك أستاذ خالد أستاذ خالد يا أستاذ خالد أين ذهبت نحن معك أستاذ خالد هلو أيوة أستاذ خالد تفضد السلام عليكم عليكم السلام السلام على السلام على السلام بركاته كنت طبعا كنت طعبين جامعات دخلة ومدارك دخلة وانت طيب كنت بسأل على تنظيم النوم والولاد طبعا فترة الصيف دي في الطويلة والصهر فالنوم وتأثيره على الكركيز وعلى الخيال العام كويس تمام والله سؤال جميل فيه سؤال تانية يا أستاذ خالد لا يا سنجم شكرا طبعا وفعلا ده سؤال جميل ان احنا فترة الصيف كلها فترة طبعا امتدت فترة طويلة نتيجة كانت فترة فيروس كورونا هنبتدي نرجع تاني للوضع الطبيعي لليوم يعني الاطفال كنا سايبينهم براحتهم يناموا الساعة واحدة او اتنين وثلاثة لا احنا هنبتدي نرجع يناموا الساعة تسعة او عشرة للحياة التي تنظمها شوية برضو بحقادر الامكان بالتدريج يعني ممكن اول اسبوع لو محدش عارف ينظم هيبتدي مثلا يبقى الساعة حداشر ام بعد كده خليها الساعة عشرة بعدها باسبوع بالتدريج ليه؟ لان احنا كده هترجع الساعة البيولوجية للجسم اه على ما كانت علي اه فيه ناس بيبقى فيه فترة نوم اه بعد ما بيرجع من المدرسة او بيرجع من الجامعة دي برضو مستحبة دي ممكن بتدي طاقة ومشاط ما بنعرفش نعمل كلنا دوت ازا كنا بقى موظفين ازا كنا طالبة طيب خليها دكتور انا عارف ان انا بقاطع حاك يعني احنا اه بنا نتجاول بنا هذه المحطات اه اه يعني محطة الامل والتفائل والضحك وانك تبقى عندك نفسية عالية اه بس خلي اسمع الاجابة بعد ما استقبل هذا الاتصال disrespect اصد محمد من القاهرة جماعة اصد محمد اصد محمد اهلا بك السلام عليكم عليكم السلام اصد مصطفى اكبر معليك يا اهلا وسلام محمد اهلا بحهدك منور الدنيا كلها انت ودكتور علاء اشكرك الله يخليك اهلا بحاجتك اهلا بحاجتك والله يخليك افضل والله انا سعيد جدا والله ان انا بشوفكو دايما كده على الشاشة منوارين انت ودكتور علاء أشكرك أتمنىكم بقدم محتوى جاية يفيد المشاهد يعني الله يخبر الله يخبر فضل زبحانه في سؤال إن شاء الله هو حضرتك استفسار بس الدكتور علاء بالنسبة لي أنا وزني 115 ماشي عاوز أعمل رجيم أو أمشي على حاجة معينة للرجيم وكذا بس للأسف مش بعرف أتمنى عن الأكل كويس يعني على طول بحب أكل على طول وكذا بحاول أعمل يعني فترات معينة للأكل وكذا بس ده بصة لأي على طول نفسي مفتوح على طول الأكل طبعا أعمل أحدك في حاجة معينة مسلا سدي الشهية في سؤال بس أكون شاكل لحضرتك انت بتعمل رياضة طب يا ابن الاتصاد طب هو عصر محمد كده يبدو أنه هو من مؤزاء حالاتك محبي بقى البط والوز والحبي المسبكة والكلام بقى السؤال هو بالوقت عايز يعمل ريجين عايز يعمل ريجين بص حضرتك هو ده سؤال يمكن عام جدا ومعروف كتير ناس جدا بتسأله طيب احنا هتفق من الأول أنه هو لازم فيه إرادة إرادة أنه إحنا عايزين نخس وعايزين ننزل في الوزد كويس وأي اخسارة في الوزد تبقى ماكسب يعني أنا عايز برضه أوجه نصيحة أنه ما تبصش أن واحد صديقك نزل عشرين كيلو في شهر أو شهرين طيب إزاي مثلا ندي نصيح عشان الوزن ينزل أولا يعني هو إذا نجرب كذا حاجة وكذا نظام ريجين برضه لازم يعمل تحليل للهرمونات ودي برضه حاجة تحليل هرمونات بالضبط لعني فيه ناس اللي بياخدوا حاجة اسمها السيرويد عندهم نشاط السيرويد عالي بياخدوا أدوية خاصة بالغدة السيرويد دي بتلخبط له شوية البناء والهادب عنده فدي دي مشكلة فلازم يعمل رياضة رياضة بصورة يعني مية وخمس شوية طبعا أمعرفش طوله قد إيه بس منواضح من كلامه أنه هو عالي وزنه زيادة مقارنة بالطول طب تلعا طب يعني احنا هنكمل كلامة بقى عن المحطات اللي الجاية بس خلينا دكتور علاء بقى يعني نطلع فاصل ونرجع بصورة نكمل بقى محطات بقى التفاؤل نحكم الابتساب وتنظيم اليوم مشاهدين ألقاكم بعد الفاصل ابقوا معنا السلام الخير معكم دكتور علاج حتى خبير تغذية علاجية النهاردة هنتكلم عن جنون الناس كلها عملها طهرة على الصيباليات عايزين عشان موضوع كورونا ورفع المناع لا أنا بقول لهم ممكن الكلام ده موجود في الأغذية بصفة عامة موجود فيتامين سي عايزين ألف مليجرام سي فيه اللمون والبرتقان الفلفل الفراولة الجوافة البقدونس كل الحاجات دي غنية فيتامين حتى الزعتر فيه فيتامين سي فيتامين إي برضو محتاجين ألف مليجرام المكسرات فيها البيض الرنجة التونة أنا مش عايز أحدد الكميات بس دي الحاجات الغنية جدا فيتامين دي موجود في الرنجة والسلامون البرتقان الحليب صفار البيض غني بفيتامين دي والسلامون برضو الزنك برضو من الحاجات المهمة الرافع المناعة ومسؤول على رفعها اللحوم بأنواحها البقليات الحمص العدس الفاصولية والمكسرات زي الفول السوداني الحليب ومشتقاته البيض والسمسم كل الحاجات دي طيب هل أنا لو خدت الحاجات دي هرفع مناعتي نعم هنرفع المناعة لكن بالإضافة عايزين نعمل حاجات تانية سهلة وبسيطة زي النوم 8 ساعات من الساعة 10 أو 11 أو 12 من فترة الليل 8 ساعات نوم عميق في غرفة مصدمة وفي نفس الوقت نفس الأجهزة الكهربائية الحاجات التانية شرب الميا بوفرة بزيادة شوية الأيام دي كوبايتين بعد ما نسحى من النوم عشان القولون والأمعاء تتحرك ويحصل فعلا تفريغ للأمعاء قبل النوم برضو كوباية ميا وطول اليوم بنقدر نشرب كوباية ميا ميا عادية مش ميا ساعة ميا عادية مش ساعة الحاجة التانية الرياضة الرياضة شيء مهم ممكن نعملها في البيت مش لازم في الشارع أو في النادي على الأقل ايروبيكس حركات بسيطة بس بصورة مستمرة كل يوم الحاجة التانية المهمة التدخين نبعد عن التدخين بقدر الإمكان أو نوقفه أو بلاش التدخين السلبي الحاجات دي لو عملناها هنرفع منعيتنا بنتها البساطة في نفس الوقت بنقول ان ده حاجة من عند ربنا لازم نقبلها وان شاء الله تزول الغمة وعفى الله مصر والمصرين والعرب جميعا شكرا مشاهدين رجعنا لكم بعض الفاصل رجعنا تاني نتكلم تاني عن يوم صحي صح النهاردة بنتكلم عن بقى يعني الأكل والنوم والرياضة والأمل والتفاعل أهلا بك صديق العزيز بصوا بس عايزيني نكمل موضوع الرياضة الرياضة أنا برضو الناس فاكر الرياضة ده موضوع كبير كبير كأن احنا نقدي لأ احنا بنقول للناس ابتدي ولوك ده بسيطة يعني ابتدي بربع ساعة بعد خمس اكتئام والأسبوع خلينا نوص الساعة ماشي عايز تشترك في جيم أهم حاجة الاستمرارية يعني أنا ممكن في الفيديو اللي حضرتك شفته الاستمرارية في الرياضة هي الأساس مش الكام مش الكيف قصدي الاستمرارية الاستمرارية دائم اه الاستمرارية مهم الرياضة بتجري الدورة الدموية بتقلل إصابة بأمراض القلب بتقلل إصابة بالسكر بتقلل الأمراض بالصفة عامة وبتخسس زي ما احنا بيتتخن زي ما احنا قلنا برضو فالرياضة شيء أساسي وبتفاوة بتخليك هي اللي تبعث على التفاعل يعني الإنسان الرياضي هتقي دايما متفاعل ما عندوش الاكتئاب بعيد عنه يعني ما يتخلص من خلال الرياضة دي من الطاقة السلبية لجواها جدا طبعا الكتئاب المحتملة والحاجات دي طبعا طبعا في نفس الوقت أنا برضو في حاجة في يوم صحي صحة ممكن هنوع أنا ان دايما انت كافئ نفسك يعني دايما ما تعمل حاجة كويسة كافئ نفسك ان انت مثلا عملت حاجة وحاسيت ان انت حاجة أتشيف دي يعني خلقتها فين جان قهوة تشربه كده حاجة السكر حاجة شكولاتة مش عارف هتلاقي نفسك ايه يعني عارف يعني خليت نفسك فوقتي تاني ومبأ تمام تمام طب تمام دكتور عباق خلينا نستقبل هذا الاتصال أستاذة ياسمين أهلا بك أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك أستاذة ياسمين تمام تمام طب خلينا قبل ما تلقى كلامك أنا بس هنوه عن الموضوع اللي كنت كلمتيني فيه قبل الهوى يا جماعة ركزوا معي النهاردة بنأكد على أن برنامجنا صاحب السعادة بيتلقى أو بيقدم أو بيعرض كل حالة كل حالة حالة مننا تبقى ابننا بنتنا أختنا من ناسيج المجتمع بتاعنا بيحتاج مساعدة أختنا أو بنتنا سمين النهاردة كلمتني كان عندها مشكلة هي كانت بتشتغل قبل ظروف كورونا وولدها والدتها كبير في السن ومعنداش أي مورد بتحاول تكتهد قدرة ما تستطيع علشان تقدم نموذج للبنت المكتهدة الشريفة اللي بتحاول تجاهز نفسها وتجاهز أختها وتقوم برضو على مساعدة وإنفاق على أسرتها جات ظروف كورونا يعني العالم كله طبعا يعني الشرطة وقف ودخلها قل انكسر عليها طبعا أقصات كتير جدا جدا بيجيب جهاز له الأختها دلوقتي على أقصات كتير جدا جدا ومصورة أمانة معرضة إنها تحط تنقف حرج وتتحبس تخيل حضرتك وإنت بشيء من اللوقتي دي أختك دي بنتك زوجتك هي مننا لازم يا جماعة نكتهد ونحس ببعض قوي اللي عنده سعادة ورغبة سعادها يتفضل أهلا بك يا سمين تفضل في عجالة اشرح الموضوع أنا أعطيك يا دكتور أنا أبتلت من البيت الناس صعب الناس بيجيب بيبادلون البيت تبعلي صوتك شوية عشان بالسامة أقول لي عاديك الناس كلها بتيجيب بادلني في البيت وعيد ردونا من السكن متاعك أوه طيب أنا مش عادي بس طعياتي كلنا سمعينك بس إحنا عادي بس نسمعك علشان نقدر نوصل لحالة خط دل أنا بيبادل يا دكتور طيب طيب هو دلوقتي الإيجار بتاعك كان في الشهر إيجار الشهر بتاعك كان يعني مثلا نقدر مثلا سبعمائة تنوصل بيه ولا ألف أو يزيد أعجب فوق أعجب فوق وده وصار أنا لو سبت الماكان هنروح فيه أنا بيستمعك يا يا سمين أعلي صوتك شوية بقول لحذرتك أنا أعجب بخمص أعجب بخلصة الشهر جنيه كويس تمام لو أنا لوحتي بأي ماكان دين ألف جنيه أنا أجيبه من إيه طيب طيب أنت دلوقتي مش هتتفعل إيجارة علشان عليك الأقصات اللي تقلتلي عليها بتأخر عليكي ولا إيه الوضع يعي دخلك ده فيه الثلاثة رفعت علي الثلاثة رفعت علي اتقراف عليك صوت أمانة أو طيب أنا مش عاوز أعجب كده أنا ساعدت يوف معاين طيب أنت معاك المستندات تثبت صحة كلامك طبعا أي وقتك طيب شوفها جماعة خلاص شكرا ياسمين بتشكر جدا طب يا جماعة دلوقتي ياسمين دي حالة معنا محتاجة مساعدة عليها اقصاط عشان كان بيجاهز نفسها واختها عايزة تتجوز وعايزة تعف نفسها وبرضه بتنفق على والدها والدتها اللي هم اساسا ما بيشتغلوش سنهم تقريبا تعدى 65 او يزيد فدلوقتي هي بنت يعني لو انه راجل هيبقى الموضوع صعب جدا فتخيلوا دي بنت بنتك اختك زوجتك ايا كان تخيلوا دي بنت وبتعمل كل المجهود دوت لدرجة انها وسط انها يترفع عليها وسط امانة وتحبس مستقبلها ومستقبل قصة كل وضع معرضة انها تضطرد هي والدتها والدها واخوتها من الشقة من فضلكم ورجاءا لو حد انا متأكد فيه اصحاب قلوب عظيمة عندها الرغبة نتساعد ارقامنا على الشاشة من فضلكم اللي عايز وحابه وعنده الرغبة يتفضل تواصل معنا وشكرا جزيلا شكرا ياسمين انتوا علاءة انا اسف ان احنا قطعنا حوالنا ربنا معها وان شاء الله ناس تباقي ناس خيرين ان شاء الله ربين يا رب كم كلامنا باهم احنا كنا تكلمنا على الرياضة وكلمنا عن النوم وكلمنا عن الاكل وكلمنا عن المية ما نكلماش عليها بالتفصيل المية دي شيء اساسي للجسم احنا قلنا من 70-90% من مكونات الجسم مية ده يعني يخلينا نعمل ايه ان احنا لازم نشرب مية طول اليوم قلنا كبايتين مية الصبح على الريق لأسباب احنا قلناها وكباية بالليل قبل النوم وفيه طول اليوم بنشرب مية كتير وفيه برضو قبل ما تخش تاخد شاور او دوش برضو بتاخد كباية مية دي برضو شريء مهم واثناء الاكل خطر ان احنا او مش مستحب تاخد تشرب مية يعني نشربها قبل الاكل بساعة يعني بعد الاكل بساعتين منعا لموضوع عسر الهضم والحمودة كل الكلام المشاكل اللي بتحصل زي ما احنا عارفين طول اليوم نشرب مية يعني انا عجبني جدا ان انا كنت داخل بانك من البنوك لقيت كزا واحد في البنك معا زيزة مية وحطتها جنبه ثقافة اه بالضبط دي ثقافة فعايزين نرجع الثقافة دي او نأكد عليها ان شرب المية شيء اساسي وليس لاحتياج الجسم وليس ان انت عطشان ده شيء مهم المية بقى فايدتها ايه فايدتها انها صحة البشرة والجلد وبنقول للستات كتير اي واقع سورة اه وبنقول للستات ان انت بتصرفي كتير ومبالغ على كريمات ومرطبات عشان التجعيد وعشان الحال المبودة وسألوا بسيطة مش فكرة بالضبط انت لو دومك على شرب المية طول اليوم عشان برضو مش عطشانة عشان الجسم محتاجه هتلاقي نفسك مش محتاجة الحاجات دي الا بالنسبة بسيطة جدا في نفس الوقت هو نوع من انواع الملينات نوع من انواع التخسيس اه يعني فيه رجيم اسمه رجيم المية اه فالمية شيء اساسي بالنسبة دي اه للحياة طول اليوم تماما طيب خليني بقى انا استقبل هذا الاتصال اه النهاردة حلقة جاندة اوه على فكرة يعني احسس كده يعني ام ادم معنا على التليفون اهلا بك ام ادم اخت خلاص معاك حضرت اهلا وسهلا وعادة ام ادم عليكم السلام عليكم عليكم السلام معاكم ام ادم اللوكثر حضرتك يا دكتور تحية لحضرتك واهل القصل طبعا المحترمين معلش يا دكتور انا عندي اه فيروس بيه فجسم ضعيف خالص بفراحه تمام فانا مش عارفة عامل ايه يعني انا نفت حاجة كده يعني انا يمكن وزني واحد واربعين كيلو يعني تمام تمام فانا مش عارفة عامل ايه انا رحت لدكاترة كتير فما عارفش الدكتور بقى الفيروس جاني ما يفعش تجي حاجة اه هي قالت واحد واربعين يعني اي دوة وكده علاجات حتنشط الفيروس معك سنك كم سالة اه انت تاخدي اه معلش فيه سؤال مهم انت تاخدي دوة لفيروس بي ايه؟ بتاخدي دوة دوة معين مخصوص لفيروس بي اه انا حضرتك باخد اا لمدين يعني برشام لمدين مية تمام تمام في سؤال تاني؟ فانت بتسألي على موضوع التخصد b. بالوزن اه فانا نفس حاجة بصراحة تريده يصحد شوية يعني حاجة تعلي من وزن صحي ما شوية من وزن بيعيز خالص تمام تمام ماشو تفضالي في سؤال تاني؟ ماشو ت ëكريم بي يا دكتور شكرا خالص لعاظ intens شارعتين افهان شرفتين بص هو الفيروس B هو فيروس للأسف لغاية دلوقتي مالوش حاجة بتقضي عليه احنا فيروس C الحمد لله مصر من الدول الرائدة فيه احنا تعاملنا مع فيروس C وبقالينا بقالينا الصبق على المستوى منظمة الصحة العالمية لنا يعني مكانة مكانة كبيرة فيروس B لغاية دلوقتي مالوش علاج ينهي عليه كل اللي احنا بنعمله بنتعامل معه وناخد دول مستمر ونخليه في فترة خمول تمام تحديد بالضبط اه فهو ما بينشط ممكن بيأثر فعلا على حاجات كتير في الجسم فنحاول ان احنا بنعمله خمول عن طريق انواع دول معينة من ضمنها الدول اللي تعليق تمام تمام فارتباطه بالوزن ارتباط يعني مرتبط بالنشاطه شوية بس فهو طول ما هو خامل هنقدر نتحكم في الوزن والوزن يزيد فيش اي مشكلة طيب اسأل سؤال تادي ولا حاجة حاب تكمل لا تفضل السؤال قبل الاخير طيب موضوع بقى يعني خلينا اقولهاك انا بصراحة بنزعج جدا من المدخنين تمام واسأل الله سبحانه الله ان يعني 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 يعفهم جميعا وان يقلعوا عن التدخين امين يا رب تدخين بقى موقعه ايه بالزبط في ال بص طبعا تدخين بكل المقاييس حاجة سيئة وضار جدا برضو احنا عايزين نمش الموضوع بالتدريج شوية يعني احنا واحد مثلا بيدخن على البيتين ما ينفعش ان احنا مراح دا نقوله لما هو السؤال فعلا يعني هل المدخن فعلا صعب ان يقلعوا عن التدخين سؤال واضح لكل العالم دبا والسؤال طبعا الحاجة بص حضركنا انا مدخن اه كل ما اسأل حد لا 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 انا صعب جدا ادعي لي ربنا لا هو السؤال دا السؤال دا يمكن احنا في الكلية عندنا يعني فيه دكتور جاب لنا عليه اجابة شافية ايه بص فيه حاجة اسمها ادمان وفيه حاجة اسمها عادة اه الادمان اللي هي الحاجات المسكرة زي الحاجات الحشيش والكوكايين والحاجات اللي احنا سامين عنا لكن التدخين يعتبر من الحاجات العادة بالعادة بالعادة اه العادة تقدر تقلع عنا محتاجة ايه محتاجة ارادة اخذ بنا حضرتك التدخين مالوش فايدة هو حاجة نفسية يعني انت حضرتك اللي بشرب بشرب السجارة بس كانوع من الوجهة الايجو انه هو وجهة كده يعني وبيقلد أو بيقلد بزاتة الاطفال انا والله السجارة بيخدها عشان هتخلص من وغوط الهائل والسجارة دي بصراحة بتريح نجد يب ازاي يقولك انا بحب السجارة جدا يعني شوف البيت حداك يعني حاجة مؤلمة جدا ما هي بقلد زباك والحضر الهسانة توجيها بقى للمدخن النهاردة لدكتور القلب قالك لو ما بطلش السجارة هتموت بيبطل طيب ما هو عندك ارادة هون بتقدر بص فعلا يعني في ناس ببتقلاش عن التدخين الا فعلا ازا وصل للحافة انه هو خلاص يبقى عنده امراض امراض القلب او امراض في الصدر وخدر حافة ما بيبطلش فعلا الا فعلا الدكتور يقوله يجبروا على كده فالتدخين يعني الناس كلها قارت عنه كتير وعارفة انه هو من الحاجات بتجلب الامراض وامراض كتير جدا ابسطهم الارق والتوتر واسوقهم طبعا السلطان وامراض القلب وامراض الصدر كل الكلام ده كله بمنطقة البساطة انت لك ارادة فيه فتوقفه ونوقفه بالتدريج يعني احنا مش عايزين ايه واحد يقولك انا هطلع على التدخين يوقف اسبوع بعدين يرجع تاني ويرجع بالشراسة لا احنا ممكن بالتدريج لان هو برضو ايه عشان يوقف لازم الجسم بتعود عليه بتعود على نسبة نوكوتين اه مهينة موودة في الجسم في الدم في اليوم فاحنا ننزل بالتدريج عامل زي كورتزون لما تيجي بتوقف كورتزون في اه اردوية الكورتزون في الجسم بتنزلها بالتدريج او بتطلحها بالتدريج فاحنا بنوقفه بالتدريج والناس كلها عارفوا المخاطر يعني احنا مش هنقول على مخاطر التدخين كلنا عارفين بس هي في الاول وفي الاخر ارادة زي برضو تخصيص ارادة طب تماما طب واحدة لو بنتكلم النهاردة عن الاطار الجامعات المرجعية الجامعات المرجعية بقى كانت اصدقائك في الجامعة في المدرسة في الشغل في الشارع في اي مكان هم لهم التأثير الاكبر لو بتكلم عن تدخين دلوقتي هل الاصدقاء دور كالجامعة المرجعية بقى في انه هم يساعدوه او او يشجعوه انه يفضل مستمر بقى في التدخين ويبوص كل الكلام اللي قلناه من اول الحلقة ازاي تنام وازاي تأكل وازاي تشرب وازاي تنجح بص هي تعتمد على شخصية الفرد هل هو عنده شخصية قيادية او شخصية يقدر يسيطر على حواسه ومزاجه ولا هو شخصية بتحاول تقلد ويتبع عشان يوصل يدخل جوه المجموعة او يقلدهم فدي بتعتمد يعني وسهل جدا ان انت تتعد عن الناس دي وتنقي اصدقاء يعني مناسبين ليك مش مدخنين ده احنا بتتكلم على التدخين حاجة اصدقاء يعني يبقى ستب لقدام مش اصدقاء ينزلوا تحت يعني دايما الواحد بيبص على حتى انا ابني مثلا او بنتي بحاول ادخلهم في مجموعة اصدقاء او اطفال زيهم اعلى منه سنة اصرة كويسة فده برضو الاختيار انت برضو لتقدر تفرز الاصدقاء وتختار فعلا الاصدقاء المناسبين لانا مفيش مفيش حياة من غير اصدقاء صحيح نهاردة بقى خلني اقول لحاكي النهاردة الدحكة والابتسام والبهجة والفرفشة احنا الشعب يفرفوش على الاخر انا بيحب او البتهاج وقادر انه يخلق حتى من الازمات الابتسامة ونكت وحاجزة كده هل الموضوع انك تتحك او تخلق الدحكة او البسمة ليه هدور في تقوية المناعة ليه هدور في ان انت تبقى بتقدم او بتعيش يوم صحي صحي بص هو الضحك ده حاجة احنا المتوارسين ها وعادة عندنا كمصريين وعرب بس مصريين بالذات لدرجة ان احنا الاجانب لما بيجو بولكم احنا الشعب ضحك صحيح مشهور عننا كده بص الضحك بيحرك عضلات في الوجه فده بيعامل حاجة زي مساج برضه او بي وحاجة بتبعث على التفاول لاتحكم مرة في المرة دكتور العلاد ما تقدر بس ما تتقربش الموضوع انه هو طول يوم ضحك يعني عايزين توازن يعني تمام طيب هل الهويات يعني عندك هواية مسا غير الرياضة مثلا انا شخصيا عندي ارجي كده ولما بلافسي وروح اعب بقى ايه يعني اعزف احفظ من المقطوعات الموسيقية يعني تمام هل الهواية ندور في الموضوع بصوا احنا لو نتكلم على يوم صحي صح ما نتكلمش على التغذية والرياضة والبدن لا فيه برضو يوم صحي صح نفسي تمام من ضمنها الهواية كويس فرغ وقت لا في يومك او في اسبوعك ان انت بتعمل ايه اه هويتك تمارس هويتك ممكن تكون صد السمك ممكن تكون استمع على الموسيقى ممكن تكون اه كي الهدوم قراءة القرآن قراءة القرآن اه 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 بزبط اه اه ده بتعمل اه بتعمل رليف او بتريح نفسية تبتدي بقى بداية جديدة تمام ده اللي احنا بنقولنا على الناس ما قاش اليوم كله شغل تمام اليوم كله شغل ده خطر تمام انا سعدتك جدا بالقاحك النهاردة وآآ سعدتي الغامرة يعني لقى الصحة وصفها بالكلمات لكن خليني قاعد المشاهد دلوقتي النهاردة كان دكتور علاق شحاته خبير بتخزية علاجية معانا قدم مجموعة قيمة من المعلومات العظيمة المفيدة آآ يعني ودى المشاهد ان احنا هنثق تاني بحلقات قادمة وهنعملها في شورة سلسلة نفيد بها المشاهد ان شاء الله هو انا اتمنى النصائح اللي احنا قناها دي كلها ياريت المشاهد يستفيد بيها او اجزاء منها تبقى احنا كده طلعنا فعلا بفايدة من الحلقة الجميلة مع حضرتك شكرا بوسط علاق مشاكل جدا مشاهدينا النهاردة قدمنا مجموعة من المعلومات مع دكتور علاج شحاته وان شاء الله لحلقة الجاية يكون اكثر افادة والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة